كيف أبدأ بيكي كأم؟ أنت إزاي بتشوفي قصة البنات في البيت؟ أولاً أنا مبسوطة جداً أني عندي بنت بشوف أن ده كرم من ربنا أني يكون عندي بنوتة أصلاً في البيت. ففق يعني فرحونة وبس حاسة أن هي يعني الموضوع محتاج أن أنا بقى عيني فراسي شوية. مسؤولية كبيرة؟ مسؤولية. خصوصاً في الأيام اللي إحنا فيها. عيني فراسي يعني مش معناه أن أنا هفضل مرأ بيها بس عشان الناس ما تفهمنيش غلط لكن أنا مركزة إزاي طلحها شخص متازن نفسي شخص موجبع عاطفين علشان تقدر زي ما حضرتك قلت تتعامل مع المشاكل والتحديات بتاعت الحياة. هل الإشباع العاطفي كفية؟ حلو جداً مع بعض المهارات طبعاً يعني الإشباع العاطفي هو اللي بيخلي الإنسان متازن قادر يتعامل مع الحياة وجنبيه لازم تتعلم بعض المهارات. زي إن هي مثلاً تقول لأ. زي إن هي تدير نفسها وإزاي تفكر وإزاي تاخد قرارات لوحدها. زي إن هي تبقى معتمدة على نفسها. بس ده كله مش هيحصل قبل الخطوة الأولى اللي هي الإشباع العاطفينية تخرج من بيتها من بيت أهلها مشباعة عاطفية. يعني زي ما إحنا كده بنهتم إن إحنا نشيل الجهاز للبنت ونفكر بقى هنجيب إيه؟ الأهم بقى إزاي نجهزها هي علشان تقدر تواجه الحياة بإن إحنا نديها البشاعر والاحتياجات النفسية اللي هي محتاجيها بنسبة كبيرة جدا لأمهات بتعتمد على مبدأ إسأل مجرب وتشوف بقى مين قبلها كان عنده بنات بتعمل إزاي؟ دي ثقافتنا ولكن في بعض الناس لأ بتدرس وقبل ما تتجوز وقبل ما بتخلف بتطلع وبتقرأ وبتتصقف ده بيفرق معنا كتير؟ جدا دايما أنا أقول فيه فرق بين الأم اللي بتبزل مجهود وتقرأ وتتعلم والأم اللي مش بتبزل أي مجهود. لا يمكن يكونوا زي بعض فيه فرق كبير من الأم تفتح كتاب وتشوف برامج زي كده وبين أم لا رفضة خالص لك إحنا رب زي ما تربينا. وإحنا طبعا زي ما تربينا إحنا ما عشنا هم مش يعيشوا في العصر اللي إحنا يعيشنا فيه فلما ينفعش يا ربي واحدة بنفس طريقتي أنا وهي هتعيش في وقت غير اللي أنا عشت فيه. فلازم يا ربي بالمعطيات بتاعة الزمن ده فطبعا الأم اللي مش بتقرأ ومش بتعرف أو مش بتتعامل يعني ثقافيا وتتثقف نفسها بتفضل عند نفس النقطة للأسف لازم تكوني أم مواكبة. لازم وتكوني زيهم بالضبط لازم أبقى فاهمة الجيل ده بيفكر ازاي التحديات اللي مختلفة عن الأجيال اللي فاتت. لأنها اكتشف حاجات كتيرة جدا. يعني الأمهات بتقولي طمحنا تربينا وبقنا كويسين مسعلا وكنا منتضرب ولا حد سأل فينا ولا حد حضرنا وطلعنا كويسين تلاتي كويسة بمعنى اين ده أول سؤال تاني فين يعني في أنهي جيل اللي كان بيساعدك تبقي كويسة وللجيل ده اللي فيه مشاكل كتيرة لدرجة ان حتى الكويس هو معرض ان هو يتحطط تحت ضغط انه وفجأة ممكن أخلاقه ممكن تتبدل لو الأهل مش واخدين بالهم فالجيل ده مع انفتاح الانترنت لازم يبقى واخدين بالنا ان ما ينفعش لربي بنفس التربية اللي فاتت. لا يمكن. ايه الحاجة اللي انت أخدتها من تربيتك؟ وصلتها لبنتك؟ ويهي الحاجة اللي انت قلت لا مش ممكن أبدا بنتي تشوفها الحاجة اللي انا أخدتها ان انا اهلي ما مدوش ايدهم عليها خالص كويس. فدي حاجة طبعا عملتهاش مع بنتي الحاجة اللي انا مش هكررها فكرة ازاي ان البنت تحتاج الاشباع العاطفي وان هي تقال لها كلام حلو نتحدن ان هي ده من بابا وماما. اه من بابا وماما طبعا ازاي دي تركيز عليها اكتر معي. يعني دي مركز عليها اكتر حلو جيد. طيب دكتور محمد اشتركوا في القناة